موسيقى موسيقى أهلاً عزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب وصلاة أنك تتبارك اليوم بجزء هام هام جداً من كلمة الله ومن اختبار شخص الرب تعامل معها وتغيرها وشخصية معروفة طبعاً من صوتها وكلماتها واختبارها ويمكن البعض اللي مش فاهم كلمة اختبار لما بنتكلم عن اختبار بنتكلم عن عمل المسيح في القلب والكيان شخص ما كانش يعرف المسيح وتقابل معاء الرب يسوع بمقابلة شخصية وتغيرت حياة هذا الشخص والشخص بيكون عايش حتى يرفع ويمجد اسم الرب ويتكلم عنه ويشهد عنه بكل اماني فانا بدعوكو انه تبقوا معي حتى نسمع لهذه الشهادة موسيقى 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 أهلاً أعزائي المشاهدين يصرني أن أستضيف إلى الستوديو الأخت فادية بزة الأخت فادية مش غريبة عن الجمهور معروفة لأغلبنا بصوتها الجميل اللي وصل إلى كل الشرق الأوسط أهلاً أخت فادية شكراً أهلاً فيك أخ نزار كثيرًا مبسطين أنك تكون معنا لأول مرة على فكرة في هذا البرنامج أول مرة شكراً كثيرًا على استضافتكم ومع أنه في الماضي خدمنا مع بعض لكن يمكن أول مرة على شاشة التلفزيون مزبوط أول مرة الرب يباركك ويبارك خدمتك يمكن للي ما بيعرفوك بيعرفوك يمكن من بره الصوت والشكل وجمال الصوت لكن برضو أنت كشخص اختبرت المسيح وهذا الاختبار كان مميز في حياتك وعمل شيء كبير في حياتك فاللي ما بيعرف فادية بزة ممكن تشاركينا شوي عن خلفيتك أنا من لبنان أسيساً من لبنان ربيت وعيشت في لبنان لحد عمر الـ 18 لحد عمر الـ 14 أنا ربيت بخلفية غير مسيحية ولكن كان عندي عندي يعني احتياج ما كنت أعرف عبر عنه بالكلام لكن كان عندي على طول احتياج أني أتقرب من الله فعلى عمر الـ 14 صار حصل معي مقابلة بقدر أقول أنه مع غيرت كل ما صار حياتي أنا متزوجي زوجي بكون الأسيس رائد حداد عنا اثنين بيورفول كيدز جاشو و باسكال أنت من لبنان وصار معاك مقابلة قلت أنت من خلفية غير مسيحية بس تنتج أنك أنت كنت من خلفية إسلامية لكن شو اللي خلاك تصل لهذا الوضع ونهذه المقابلة اللي بتتكلم عنها أنا ربيت عندي حب أتقرب من الله لكن مثل ما كتيرين بيعرفوا الله بالإسلام مخيف فكان عندي خوف ليل نهار أنا خايفي منه حب أتقرب فيه لكن عندي خوف منه فكنت صوم كنت صلي كنت أعمل أي شيء بحاول أردي لكن ما كان عندي شعور أنه الله راضي فالله غضبان بمخيلتي على طول الله غضبان فعم حاول أردي بأي طريقة ممكنة لكن ما كان عندي أحساس أنه الله راضي علي حتى القرآن بيقلي يعني بيقلي بيسبت لي أحساس اللي أنا كتعيشي فيها لكن حصل معي I think الله شايف الهنقة شايف الجوع الجوع اللي كان موجود بقلبي وقابلني من عمر الأربعة عشر سنة وهذا اللي حابين نعرفه كيف هاي المقابلة تمت أوكي الماما والبابا كانوا مفصلين على بعض فأنا كنت هالفترة عيشي مع البابا الماما كان عندها انفتحية أكتر انفتحية للشعب المسيحي إجمالا فبهيدا الوقت أختي الكبيرة تزوجت تزوجت شخص مسيحي مسيحي بالاسم ولكن هون كان فيه كلاش يعني فيه صعوبة أنه يتقبل وأنا موجودة عند البابا فكان فيه لكن حساسي من جوه بقول أنه أنا بدي أعرف شو الشعب المسيحي حب استطلاع بعمر أربعة عشر كنت عم بتحضر بدي روح على استيديو الفن وهذه كانت أمنيتي الوحيدة يعني أنه أنا روحي وصير فناني بهذا الوقت الشخص اللي كان شبين بالزواج بعرس أختي كان فنان معروف في لبنان لكن غاب عن عائلتي تقريبا مدة سنة بهالسنة هذي كان كمان صار له مقابلة مع الله لكن أنا ما بعرف هذة الأمور عم بحكيك فيها بنت عمره أبعة عشر سنة مش مستوع بكلها الأمور لكن لما رجعت وتقابلت فيه أنا كل اللي بدي أعرفه عنه شو أخبار الفن شو أخبار أغاني شو أخبار كل هذة الأمور لكن هو قال لي أنا عندي أخبار ديفرنت لإليك أنت خاصة لأنه أنت بمجال الفن والطرب وهالأمور هذي عندي أخبار لإليك مهمة كتير فابتدى اللي بالعادي كان يجي لعنة ويكون حامل العود وأنا يعني أفضل أفضل فترات بحب قضيها جسد نوع ده نغني بها أول مرة بتذكر بشيل جاكت وشيل الإنجيل العهد الجديد هيك إنجيل صغير فابتدى يفتح وبتدى يحكي عن رب يسوع المسيح فأنا عادت هيك عادت حسيت حالي كأنه في مغناطيس هيك جذبني لكلام وشعرت بهذا الوقت ما بدي حدا هاي كان أول مرة بتسمعي مش أول مرة أول مرة شوي شخصية محددة طريقة كلام طريقة كلام وكانت شوي محددة يعني سامع يعني everybody سامع عن شخصية المسيح لكن كانت شوي محددة لإلي بهذه المرحلة I still بتذكر هو أعدا عم يحكي عم يحكي تقريبا مع العيلي كلها اشعرت كأنه أنا دخلت هيك مثل استوديو كأنه الصوت الخارج اللي برة كله صار سكت وصوته لإله صار فيه أكو صدى صدى مش طبيعي نعم بحكيك مش إحساس هذا اللي حصل معي معاش قادر أسمع أي صوت تاني إكساب صوته هو وفيه إنجزات بشكل مش طبيعي لأنه كان عم يحكي عن شخصية المسيح بيحكي عن شخصية المسيح بيحكي عن حب المسيح بيحكي عن كيف المسيح عم بيدور على الخاطئ كيف عم بيدور على شخص التعبان كيف بده يلمس القلب وأنا هيدا مثل بقوله صرخت قلبي صرخت قلبي من جوا لأنه حاب يتقرب من الله بس مش عارفه شو هي الطريقة عم حاول جميع الطرق لكن مش مش قادر وصله فشعرت بهذا الوقت كأنه أنا الله هو اللي عم يتقرب مني أنا مش عم بعمل شي أنا مش جز قاعدة عم بيسمع وبتدى يحكي أول الحديث ما كان مواجه للي كان مواجه لخي مواجه لأختي لكن أنا من جزبي بطريقة مش طبيعية يعني بتذكر إذا حدا دخل على القاعدة وغير الحديث أو سأل أو سأل بدكم كوفي بليس ما حدا يحكي جز خلوه هو يحكي ما حدا يقاطعه كانت جز لحد هلأ بتذكر كانت فترة مش مش عادية لألي بس اسمع عن أخبار المسيح اسمع عنه عن محبة وبس لما بتدى يحكيني لما بوجه الحديث لألي أنا بعدي بنت عمري 14 سنة يعني إيهن مستحية إيهن اسأله أو فيش هل مش قادرة عندي كتير أسئلة من جوة لكن مش قادرة تطلعها أنت من جز بمغمورة في المسيح بس مش عارف تعبري بس مش عارف يعني شو أصدك أنه أنا المسيح بده يعني شو أصدك أنه هو مات كرماني شو أصدك يعني كتير في أسئلة جوة بس مش عارف يطلعها فبذات الوقت قعدت أسمع شوام يحكي مع أختي ومع خي هلأ خلصت خلصت القاعدة وراح وأنا قاعدة من جوة يعني من بعد ما هو ترك تقريبا ثلاثة أيام أنا قاعدة بنار قاعدة بنار وقاعدة حسي حالك أنت بصحرة ماشي وفجأة حدا جاب ماء وفجأة دقت الماء وبيدي أكتر بس مش عارف شو أعمل فأنا قعدت لها واحدة قعدت لها واحدة ابتدأت قلت له يا رب يعني بليز رجع لعنا لهالشخص خليه يقعد يحكي عنك أكتر وأنا قاعدة هيك بذات اللحظة أنا قاعدة عم بحكي مع نفسي وبحكي مع الله دق الباب فروحت أنا اللي فتحت الباب طلعه هو الشخص ذاته على الباب قال لي في حدا تتصل فيني قلت له لأ صراحة أنا ما اتصلت فيك قال لي لأ لأ في حدا تتصل فيني وقشر هيك لفوق مستلمش فاهم عليه هو قال أنا مش عارف أنا قاعدة بالبيت وأنا قاعدة عم صلي سمع صوت بقال له روح لي عن بيت البازي هلأ قلت له يس أنا أنا قاعدة عم صلي أنا بدي بدي المسيح و بدي يصير مسيحي و بدي هذا الحب يغمرني و بدي هذا كله اللي أنت عم تحكي عنه بس شو فيني أعمل كيف فيني أحصل عليه فهو قاعد هيك تطلع فيني ابتدا يبكي 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 قال لي هو تفاجأ بالجوع اللي أنا موجود عندي فقال لي أنا بالقاعدة كنت موجه كل الكلام لأخواتك قليل ما وجهت لك أنت الكلام يمكن هو كان متوقع مقاومة أو أسئلة كان متوقع لكن طريقتك بالكلام أن أنت عاوزي فطبعا أي واحد فينا حد يجي وقول لي أنا عاوز المسيح طبعا إشي مفايل لأنه بالقاعدة اللي صارت قبل ثلاثة أيام كان فيه مقاومة كبيرة من خي قلت له أنا بدي يصير يعني بدي يصير مسيحي بشو فيني أعمل كيف فيني يصير كيف فيني يتقرب منه فبتذكر كانت البساطة بالصلاة عملت شيء فيني مش طبيعي البساطة أني كيف أتقرب لأ الله فيش داعي أنا أمشي بخطوات معينة حتى أقدر أو حتى أقدر أتقرب له كل اللي عملت كل اللي قال لي تاب تعني ركع ونصلي كنا مترح ما نحنا قاعدين قعدت ركعت معه قال لي قلت لي بس أنا ما بعرف شو بدي يقول قال لي أنا بصلي أنت يريدي وراي فبتذكر هو قاعد يصلي وأنا رد وراه وما فيني اشرح لك كأنه أنا فجأة هيك نطيت ونزلت ببحر وعم بسبح عم بسبح براحة بحبي طمأنينة بسلام ما قدر تعبر عن هذا الإحساس إلا بالبكة بكيت بكة مش طبيعي لدرجة وقال لي فادي أنت ليش عم تبكي هالقاد قلت له قلت له بس أنا مش زعليني يعني غريب أنه أنا عم بيبكي بس فرحاني أول مرة بيختبر بكة وفرح مع بعض عادة وحب يبكي هو تعبان ومدايع وزعلين لكن مش عارفي أنه هيدا لمسة الروح القدس اللي لمستني مش عارفي اتعامل معها حتى جسدية مش عارفي اتعامل كانت كانت فترة تغيرت حياتي كلها هي هاي اللحظة اللي شعرتي أنه حياتك اتغيرت حياتي قلبي بلحظة صار عندي تغيير ما بعد يعني شكلي هو هو فادية هي هي لكن في تغيير من جوة عاوز يعني أحكي لك شيء احنا في البرامج يعني أغلب مشاهدينا من أحبائنا المسلمين وطبعا في نوعيات كثير من الناس فيه من المعارض فيه من الهاجم فيه من الباحث وفيه من الناس يعني لفعلا مليانين محبة واحترام بالكلام وكده بس أنا بلاحظ أنه كتير مرات يمكن منحاول نتكلم بأشياء عقائدية اللي منحاول نشرح فيها عقيدتنا المسيحية بالذات موضوع الصلب والفداء والقيامة لكن من ناحية تانية أنا عم باختبر من خلال كل هاي سنين وعم بشوف أعداد كبيرة من المسلمين والمسيحيين الإسميين على فكرة عم برجع على المسيح مش بسبب عاوز عقيدة ولا لهوت ولا البساطة احكي لعن هاي البساطة اللي أنت بتحكي عنها بكل بساطة عشان اللي بيسمعنا أو بيشاهدنا يعني يختبر شو هاي البساطة اللي بتحكي عنها يعني بتبسيط أكتر من هيك ما فيه أنه أنا ربيت ببيت مسلم حاولت أتقرب من الله لكن ما فيش عندي جارانتيه ضمان فيش عندي ضمان إنه الله قابلني يعني بتذكر في حدا مرة قال لي قال لي فاد يا أنت لما بتموتي أول ليلي بالقبر ويش كان عندي رعب من أول ليلي بالقبر أنا بيجي ملاك وبيزين وحسناتك وسيئاتك لتولي طب أوكي إذا ساقة بتطلع حسناتي وسيئاتك أتبعض والميزان وقفك شو بيصير قال هذا وضع استثنائي فأنا على طول عايشي لرحمة الله لرحمة ففيش عندي بيدي شيء اعتمد عليه مكفو فيش كفالة لكن مقابلتي مع المسيح عطتني الكفالة عطتني أنا طول عمري بعرف أنه أنا لازم أعمل شيء لأرضي الله لكن أول مرة بعرف أنه الله هو اللي إجا عمل كل شيء وأنا بحاجة بس إقبله بس بحاجة اتقبله فهيدي كانت لقلي يعني وأنا ما تنسى بعد أن أقول لك كان عمر 14 سنة فيش عندي استوعاب كامل باللي عم بيصير لكن إجاني بطريقة اللي أنا كنت بحاجة لقله إجا لمس هيدا الشيء يعني الخوف اللي عندي من الموت شيء الخوف الموت لأنه معاش عندي أنا خوف من اللامعروف بعدين وراء من المجهول صار عندي تأكيد إذا أنا إذا أغمضت عني هلأ أنا رح فتح رحكم معه بالسماء بالسماء أمور كتير نحن عايشين فيها من أكبر شغلي أعلم هي الخوف يعني أنا بتذكر كل يوم كل يوم أنا بروح بفوت على النوم بغمد عيني على طول عندي رعب من جهنم رعب وعندي تأكيد كان أنه أنا رايحة لجهنم لأنه فيش عندي كفالة فإجا ووقف وتقابل معي مقابلة شخصية قبلني مثل ما أنا قبلني بعيوب يقبلني بمخاوفي يقبلني مثل ما أنا لأنه هو هو اللي هو اللي كوّلني بصورة تشعر لما بتتقابل معه بتشعر أنا فيش داعي مثل فيش داعي فرجي حط وج فيش داعي أعمل شي فيش حاجة للقناع الديني أو مظاهر فيش حاجة حط قناع لأنه رب شايف من جوه حسيت لما تقابل معي شايف جوه مش عمي تطلع اللي بره شايف اللي جوه شايف اللي جوه قاعدي جوه بتصرخ بده توصل الله بس مش عارفه كيف هيدا الصوت اللي حسيت وسكت وغيرت حالي حاشة لي أن أفتخر إلا بالصليب ولا يملك على قلبي غير حبك يا حبيب حاشة لي أن أفتخر إلا بالصليب ولا يملك على قلبي غير حبك يا حبيب موسيقى 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 ياللي بثنوبي انا شوه تجامك انت تستاهل اعيش العمر خدامك ياللي بثنوبي انا شوهت جامالك انت تستاهل اعيش العمر خدامك حاشة لي ان افتخر إلا بالصليب ولا يملك على قلبي غير حبك يا حبيب حاشة لي ان افتخر إلا بالصليب ولا يملك على قلبي غير حبك يا حبيب موسيقى 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 ياللي عدتلي مكاف في السماء اشتركوا في القناة 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 بعد فترة تقريبا كذا شهر كنت أنا ما بعرف وين كنت كنت بمحله والتقيت مع شخص بيقال لي هوز كمان زاير من مصر بيقال لي حضرتك فادية قال لي فادية بزي قالت له أنا يا قال لي أنت أنت ميتعرفيش الشي اللي صاير بمصر وابتدى يحكي بصاير شغلي كتير كبير والربع بيستخدم الترانيم وأنا عبتطلع فيه شو عبتحكي أي ترانيم يعني مش مستوع بأنه ممكن الرب يكون أخذ ترانيم وعمل فيها استخدمها بهذه الصورة من بعد هذا الاختبار ابتدأت هيكي أشعر أنه الترانيم مش بس يعني مش بس هوبي مش يعني إداء أو مجرد مش بس إداء ومش بس أنه هيكي يعني شغلي أنا بحب أعمالي بالتنسي لا هي في إيلا في إيلا كولين في إيلا دعوة في دعوة ابتدأت أشعر بالدعوة مش هواية دعوة لا ابتدأت أشعر بالدعوة مش بس بالهواية إنه كانت هواية عندي فابتدأت أنا حس بطيق للدعوة إنه أنا يعني أنا الرب حاطت شي بإيدي وأنا لازم حافظ عليه ولازم استخدمه صح فابتدت هناك البواب شوي شوي تتفتح ومن هناك ابتدت كتير البواب تتفتح للخدمة طيب طالما ذكرت الترنيم والصوت أنا عارف إنه إحنا في لقاء مش جايبين أعزفين أو كده بس أكيد صوتك كمان هو موسيقي فإذا ممكن حتى ولو بيت أو اتنين يعني ترنيم من فضلك أكيد نظرة عينك على الصاليب وهي بتنظر لي بشوف فيها حب عجيب يدوب قلبي فيها وغالب بك أنا غالب وثابت فيك أنا ثابت طول من تلي يا غالي علي طول من تلي يا غالي علي وهفضل بك أنا غالب وهفضل بك أنا غالب رح أقول للناس دا حبيبي يا ناس دخل الأقدس على الشهاني وجد لي يا فدى أبدي حررني يا صعوي فداني وغالب بك أنا غالب وثابت فيك أنا ثابت طول من تلي يا غالي علي طول من تلي يا غالي علي وهفضل بك أنا غالب وأفضل بك أنا غالب ربنا يباركك رح نواصل حديثنا بعد هذا الفاصل غالب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلا أعزائي المشاهدين ما زلنا منواصل الحديث مع الأخت فادية بزي أهلا وسهلا فادية ربنا يباركك على صوتك الرائع المميز عندي أسئلة كمان مش بس على الصوت لكن قبل ما أبتدي بالأسئلة إذا ممكن هيك تعمل لنا كمان فقرة صغيرة أكيد وعلى فكرة هن رح نحط بعض الترانيم لمسجلة كمان على الحلقة سلطانك أعظم سلطان اسمعك أعظم اسمي كمان يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان يشهد عن أمجادك ماضي وحاضر مجدك في الأكوان حتى تاريخ الأرض العادي صانع صفحاته بسلطان سلطانك أعظم سلطان اسمعك أعظم اسمي كمان يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان مجدا للرب آمين اليوم بالذات عالم الشباب يعني رايح وراء الكليب الأغاني اللي بشفوه على الكليب وأنا اللي عم بشوفه أنه لهم تأثير كبير على الشباب في هذه الأيام وبصراحة يعني المسيحين نحن ما منصرف كتير على البرامج مثل ما العالم بيصرف على برامج وبالذات الغناني لمشاهير المغنيين ثلاث أربع دقائق ممكن يصرفوا عليها مبالغ ضخمة وأنا اللي بشوفه أنه شوية حركات ولا واحد بتطلع تغني بتهزلها شوية فبكون لها جمهور كبير هل يعني مع صوتك هذا الجميل أنا عندي إيمان مش متعصب يعني الله بالعالم المسيحي عطانا أصوات مميزة مثل صوتك صوت فادي يبزي زيادش حادي مهر فايز أيمن كفروني لولو صمير الحال أفضل وكمان ليديا شديد وإلى آخر يعني مرنمين يعني كتير بصراحة لما بقارن أصواتهم بالأصوات اللي منسمعها في هذه الأيام ما فيش مقارنة هل بيخطر على بالك مرات بتحس في جوا أنه طب أنا ممكن أعمل أحسن من هذول اللي بيطلع على التلفزيون أنك تطلع تغني غنوية ولا أنت خلاص حياتك كلها مية في المية للمسيح وصوتك بس للمسيح بداية خدمتي بالترنيم كان عندي هيدا التمتيشن هيدا التجربة التجربة أنا وقت أتطلع ألاقي أنه عن جد أنه كمان في أصوات مش ولا بود يعني لكن لكن واصلة لمراحل دج كبيرة شوية حركات وأنا بشتغل في الميدي يعني بتكون بيكون بديش أسمي كلمة عبيد المخرج بحيس أنه بيسقل وبصيغ شو النوع اللي بيطلع على التلفزيون وانا بسجل بستيديو لك وبعرف أوقات ممكن كمان شو ممكن يستيديو يعمل بالأصوات حتى كان عندي نوع من هيدا التمتيشن يعني كان يجيني فكر أنه هل أنت ضيعتي هالموهبة أنه بس تستخدميها لله واتسمعتها من الناس كتير أنه يعني عنديك موهبة بس أنه يعني بس هون يا فادي حتت عملين لك غنوية واسبت للعالم نصوتك أحلى وكل هالأصوات التانية لكن وصلت بمعرفتي بعلاقتي بالله أنا عم بكبر بعلاقتي بالله صرت شوف شو هال شو هالغينة اللي أنا في أن الرب يستأمنني أنه أنا رنم عنه وقدم له لإله بتدات أشعر بالغنى اللي أنا في مش بالفقر اللي أنا في وبتدات أتطلع مش على الأشخاص اللي بيغنوا بالعالم لكن بتدات أتطلع الأغاني والكلام وكلها دايرة بتحور بتدور حوالها رسيل فيه جوع فيه جوع بيقلوه بالعالم كلنا عم بيحاولوا يعبوه بشي لكن إن كان بين أغاني إن كان برأس إن كان بأمور كتير إن كان بأفلام إن كان نيمت لكن ابتدات أشعر بالغنى اللي أنا في وبتدات أشعر أنه يا رب أنت مستأمنني على شي كتير كبير ابتدات أشعر يا رب حتى مش أي ترنيمي ممكن بقدر أن نملك الكتاب والأحسن والعزف أحسن العزف مفروض نقدم للرب أفضل معنا أفضل معنا حتى بأمور الترنيم صارت مش أي ترنيمي لإلي جس هيك أوقف حتى أقول صارت أن أقول حتى كتير مرات في الترنيم المسحية الجديدة في كتير ترنيم أو كلام حتى بكون نوعا ما مش كتابة يه يه كتير كتير في في كتير تحكي عني عني أنا يعني أمكن أنا كمان ما في نقول أنه أنا هلأ مثل ما أنا أول ما ابتدت يعني في مرحلة عم بيكبر فيها روحيا عم بيكبر فيها بنظرتي عم بيكبر فيها بعلاقتي مع الله اللي كنت مثلا فيه نوع من ترنيم حتى أنا رنمت أتطلع فيها أهلا بقول أنا وين أنا بعلاقتي بالله يمكن ممكن ما عايش رنمها مش عم حط بالترنيم الغلط مش عم أقول أنه ترنيم غلط لكن الله لازم أن أقدم له أحلام عنا لازم يكون أقدم له أحسام عنا إن كان من كلام أو موسيق أو من أي شي فأنا شعر بالبريفليج أنه أنا شعر بأمتياز أني عم بقدر أقدم لو أنا يعني أصدت أن أقول يعني اللي بسمعونا فعلا فيعنا أصوات يعني ذكرت بعض الأسماء يعني اللي هي مميزة يعني لكن هاي الأصوات كلها تكرستت وفي منهم كان يغنوا للعالم وتركوا الغنى وعم برنموا للرب يسوع المسيح تستاهل أغني لك واعترف بشميلك وغني إنت فيه وملاني بترةريليك تستاهل أغني إليك واعترف بشميلك تستاهل أغني إليك واعترف بشميلك وغني انت عافي وملاني بترتي لهايك وغني انت عافي وملاني بترتي لهايك موسيقى يا غنوة الهناء أغنيها أنا يا غنوة الهناء أغنيها أنا الرب شال عني ورفع كل العناء يا غنوة الهناء أغنيها أنا الرب شال عني ورفع كل العناء الرب شال عني ورفع كل العناء أستاهل أغني لهايك وعطير تشميلهايك وغني انت عافي وملاني بترتي لهايك أغني انت عافي وملاني بترتي لهايك موسيقى 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 يمكن محد بعدين يسأل عنك لكن في شيء أهم علاقتك من اللحظة اللي أمنت فيها ابتدأت تنمو وتنضج بلاي خلينا قبل ما أتكلم على النضوج والاختبارات حكيلي شوي ايه التحديات اللي انت كفادية واجهتها أولا من خلفية لأنك أجيت من خلفية إسلامية اتنين انك انت كنت في الوسط المسيحي شو التحديات اللي شفتها وإيش فينا يعني اتعلمينا بهالموضوع حتى ما تتكرر نفس الغلطات هلأ بتطلع باك بقول فيه أمور أنا تشجعت من خدام قبل السم أنه أعمالها أنا بتطلعها لأقول لأنه مش مفروض كنت أعمالها يعني أنا عمري 14 أمانت بالمسيح عمري 16 ابتدت أرنم بالكنيسة 19 ابتدت تجول بالترني إحساسي بتطلع باك بقول أنا مفروض كنت أنا أقعد شوي أتعلم الكلمة أكتر مش مفروض أول ما آمن أنا صير خادمة ضغري مفروض كان يصير عندي نمو روحي مفروض يصير عندي نمو بالكلمة بمعرفتي بالكلمة مفروض يصير عندي نمو بعلاقتي بالله مفروض أعرف شو أنا الـ مفروض أعرف شو الهوية بتاعتي هويتي لأنه ببداية بتدت هويتي تتكون شوي من خلال الخدمة أو من خلال الناس أو من خلال الناس من خلال اللي بقدر أعمل واللي بعمله صح أنا 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 اللي ما قدمته مفروض يكون مثل ما أنا بدي أو مستوى اللي أنا بدي إياه أو المستوى اللي حطت علي أنا هويتي دعضعت فأنا أنا بتخيل هلأ لو برجع باك كنت أعادت شوي أكتر كنت هديت شوي أكتر كنت اتمكنت بعلاقتي بالله أكتر من هيدا المجال من هيدا الساحة كنت وقفت وبعدين مشيت أول شغلي واجهتها كانت بالكنيسة وجدت كانت صدمة لأيلي شوي أنه في ناس تطلع فيها تطلع فيني أنه أنا بعدني جاي من خلفي إسلامية فأنا كان علي علامة استفهم وكانت أسمع كمان أوقات عبارات هيك كانت مأزيل إلي فخلتني أتأذى شوي روحيا يعني الكنيسة بالشكل العام ببدايتها ما عرفوا يتعاملوا مع ناس جايين من خلفية غير مسيحية فدخلت على جو حاسي لازم لازم إحمي نفسي ولازم إثبت نفسي بدل ما أنا أدخل على جو يكون في سلام يكون في عرون هفته إثبت نفسي لحدا أجس هفته بس أتعلم وإنما بعلياتي يعني كانت شوي تشالنجز كانت شوي صعبة هالأمور كانت شوي فيها تحدي كتير خلينا أقول لك شيء في البداية يعني ما كانش كتير مسلمين يجوا للمسيح ميديا لعبت دور كبير والناس صارت تعرف وصارت تدرس وصارت تبحث واليوم اللي عاوز يعرف معلومة حتى لو أنا ما تكلمتها اليوم في بحث في جوجل في أي إشاء عاوز يعرف أي معلومة ممكن يقرأها أنا بالنسبة إلي شخصيا أنا أؤمن أنه المسلم ما بختلفش عن المسيحي الإسمي بقصد البوزي أي إنسان وإذا واحد مسيحي آمن بالمسيح هذا لازم يعني نرفع له التحية وإذا مسلم آمن في المسيح نفس الشيء لكن شو اللي صار بعض الخدمات اللي اتصرفت بسلوك مش ناضج حطت بعض المؤمنين من خلفه إسلامية في مواقع قيادية والنتيجة إنه صار في يعني أحكيها الكيمة اللبنانية تعثير بالفلسطيني تفركش يعني الأمور صارت مش بالأمور الصحيحة بعدين صاروا يطلعوا فيه قرارات لازم يكون فيه اجتماعات بس للي جايين من خلفه إسلامية والمسيحية كأنه صار فيه نوع من الفصل فأنا واحد من الناس اللي حارب هذا الشيء كتير إنه لا الكنيسة من أول الكنيسة كان يهود و أمم ما فيش تفصل يعني وبالعكس منتعلم اليوم فيه وضع تاني أخت فادي اليوم تغير الوضع اليوم صار إشي عادي يعني إحنا بخدمتنا شفنا مئات الألاف اللي أجت للمسيح وما منميز بين مسلم ولا مسيح أجل المسيح وصار مؤمن بالرب يسوع المسيح اليوم تغير صار فيه قبول صار فيه تفاهم فيه طبعا مشاكل كتير الأشخاص اللي بيجي من خلفه إسلامي بحيث إنه عايشين في مجتمع إسلامي مثلا ووضعهم محرج جدا وبيصل مثلا فيه البعض لموضوع الزواج مش عم بلاقي حتى يتزوج فبتطر إنه يتزوج مسلمي أو مسلم أو بسبب ضغط الأهل فيه هاي كليات عم تتعالج يعني عن طريق الدراسة والنضوج والمؤتمرات وهذا اللي أنا حاسي ممكن أنت اللي مريتي فيه لأنه كتير ناس يعني آه هو من خلفه إسلامية هل فعلا أنا بسدقش واحد مسلم يصير مسيحي يعني أكيد فيه مصلحة مع إنه فيه ناس عم بتدفع ثمن وبتتألم وبتهرب لحياتها أنا بتكلم على ناس في مواقع سياسية في مواقع دينية عالية مضبوط بسبب إنه دفعوا مش محتاجين لفلوس أصلا لا غنيا بيعطوا فلوس لمص الدنيا لكن آمنوا بالمسيح وفعلا مرات عدم الحكم في التعبير هي اللي بتسبب كل هاي المشاكل فأنا حبيت أحكيها وكمان المشاهد يسمع على أساس كمان في المستقبل ننتبه إنه كيف نتعامل ومش بس أنت أنا أنا كنت أحب الكتاب وأقرأ وأقرأ أنا كان نفسي كمان أخدت وقت أكتر قبل ما أبتدي بالخدمة وهي صرخة كل واحد بس الرب صقلك شكلك وعمل منك فادية اللي هي أنت اليوم وبعده بشكل فيك ولا لا بعده بشكل ما بدي يوقف لا مش رح يوقف أنت في حياتك طبعا مريت في اختبارات واحدة من الاختبارات اللي أنا متذكرها لما كنت متقابل معك إنه الله أنقذك من حادث موت شو اللي صار كنت معزومي على خدمة بملبون باستراليا باستراليا ورحت وأنا مبسوطة يعني راح وكان الأخ على النصحي موجود وكان فيه اجتماعات كتير حلوة فترة خدمة كانت أخذت قريبا شهر خلال هذه الفترة كان فيه عيد أستراليا داي أول ما رح نقول لي فادي على أستراليا داي رح نروح بيكنيك أنا من الناس اللي بتحب يعني أطلع هيكي على شطحة يا على الحال ما مش عارفوشي بالعربي على اللي هيكي رحلة رحلة يا رحلة هنقول لها شطحة يعني شطحة معرفت شي شطحة كمان بس الغريب اللي حصل معي قبل بليلي صار عندي نوع من قلق أنا نامي بالليل حسي قلقاني مش مبسوطة نوع من حزن مش عارفوشو اللي حصل معي يعني إمت الصبح أنا من النوع بحب كتير هالمشوير خاصة إذا كانت كنيسي وطلعين كلنا و لقلي من أكتر الأمور اللي بحبها فإمت الصبح شعر حالي مقبوضة بشكل مش طبيعي فصاحب البيت اللي أنا نازلي عنده كنت عم بقل له تي تينك فينا نأجل المشوار قال لي لا 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 كتير ناس رايحين وفي ناس جاي يكرمالك وصفادية لا ما بيصير ما بنقدر نأجل لطلق أوكي خلاص ما نروح لدرجة من بعد ما قال لي كفتت على القوضة سكرت الباب عادت أبكي وفي صوت من جوة بيصرخ بقلي ما تروحي لأنه مش بقيدي الجو فطلعنا بالسيارة ومشينا نحن على الطريق خربت السيارة فات على ترمبة بنزين وصلح السيارة ورجعنا مشينا الطقس بدأ يتغير بدأ تغيم بدأ شوي تشتي بدأ الهاوى يطلع يعني شعرت كل شي عم بيصرخ بيقول لي فادي أرجعي على البيت لك لأنه مش بقيدي المشوار مش طالع بقيدي وقفو فوصلنا على البارك وكان معنا جروب ببيبول وصفاينا السيارات وطلع شوي رح تطلع زوبعة يعني رح تطلع السيارات من محلة اضطرينا نرجع نحط الغراض بالسيارات ونترك هذا البارك ونروح على بارك تاني لكن في شخص هو وزوجته هن اللي قرروا أي بارك نحن أي مكان نروح عليه ونحن مشينا وراهن وأنا بعدني قاعدة وحس بكآبي مش طبيعية وصلنا وصفاينا السيارات ونصلنا على البارك وقعدنا ونزلنا غراض وقاعدين فأنا قاعدة حد الشخص عم بيحكي معه وكتع بقل له أنه أنت شو أخبارك قال لي أنا مشتاء شوف الرب ومشتاء بترنمي يا اخت فادي بعدين بجنازي قلت له إيا 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 شو هالكآبي هلا هيك أنا ما بحب رنم بالجناز وعم نمزح أنا وياي فأنا وقفي لقيت حالي وقفي ما عندي كرسي قعدة عليها فقلت له بس لحظة خليني قوم بس روح جيب كرسي فهو قاعد هون أنا وقفي هون ورحت مسافة هيك كم متر لعن زوجته فحطت إيدي على كتفة أنا عم خبرك هذول التفاصيل اللي قال لك لأنه لأنه في أهمية لهذول التفاصيل حطت إيدي على كتفة وقلت له فيني بس استعير الكرسي من لحدك قالت لي أكيد فأخدت الكرسي ورجعت وحطيتها وقعدت ودرسيت معاش بتذكر شي اختفت كل اللي بتذكر بعدين أنا وعم بقوم من الغيبوبة اللي أنا فيها بسمع صاريخ بسمع ولوالي بسمع بيكاب بتطلع بلاقي التيفي كل تشانيلات التيفي وقفة عب بتصور البوليس في ناس بالأرض مغطاية بشراش في بيضة وقالوا طلع هيكم مش مستوعبين شو اللي عبي يصير يا عمي هده حلم ولا مش حلم أول موعيد كانوا عم يحموني بحطوني بالأمبلنس رحت على المستشفى وعادت بالقودة وبعدني لحد هلأ مش قادر أستوعب وين أنا يعني كأنه ريلي أنا بحلم ففات لي عندي شخص هو مدامة اللي أنا كنت نازلي عنده يطلعوا فيني ويبكوا يطلعوا فيني ويبكوا بعدين لتقول يا جماعة في حدا بس يقول لي شو اللي صار وشو اللي شو فيه فقرب شخص اللي عندي قال لي ما بتتذكر يا فادي شو اللي صار طال لي لا ما بتذكر وليش أنا هون وليش أنا بالمستشفى كل اللي عم بيدور بيبالي أنه أنا طرق علي شي صحيا صار واخدوني على المستشفى قال لي دربتنا الصاعقة دربت المكان اللي احنا كنا في تلو آه كيف صاعقة دربت أنا إذن ما سمعت الصوت أول أنه دربت فينا أنا ما سمعت الصوت يعني الشخص اللي بعيدة عننا بيسمع صوت بس أنا مش مستوع به هو عم بيحكي تلو أوكي وأنا بيبالي هو عم بيحكي إنو أنا الوحيدة اللي تأثرت بالجو فقال لي فادي سمير وسلم اللي كانوا معنا وقفين معنا وردي ماتوا طلعت في هيك قلت أنا أنت عم تمزح ولا ولا بليز منشوق تمزح حلق يعني قال لي لا سمير راح وسلمة راحت هدول سمير اللي كان قاعد حدي ولما رحت أنا عن زوجته هدي كان زوجته لما نزلت الساعة قد ربت بي سلمة وراحت على سمير وعلي لما أنا لقيوني بعدين أنا مفروض كنت قاعدة على الكرسي هون لما قلوني لقيوني حد الشجرة ووجي بتراب وبعيدي كزا متر يعني عن مترح ما أنا كنت قاعدة سمير كان قالوا لي لما لقيولا سمير سمير كان وقع على إجريي أنا لكن قلبه كان وقف حاول يستعفو لكن ما ما قدروا يستعفو زوجته كانت بحالة كتير صعبة يعني جسديا كتير صعبة أكثر أكثر من الكل وأنا أنا سمعت هالأخبار وعادت بالقوضة هيك وكل يدور بي بالي يا رب وليش أنا مش متلون ليش أنا ما رحت معهم تدت فكر يخذني وفكر يجيبني كانت صدمة لأيلي مش عادية أخذتني تقريبا أسبوع لما رجعت من المستشفى وأنا قاعدة بالبيت بحالة سكوت مش قادرة أحكي مع حدا بس الدموع بدل تنزل وعلى طول السؤال بيدور من جوا يا رب ليش أنا بقيت يعني مفروض أنا كنت قريبة لأيلي مشاكل مش طبيعي ليش أنا بقيت ليش أنت خليتني شو اللي صار وبتدت أرجع بالتفكير أنه كان الله عم يعملي انتبهي قبل بليلي تحذير وتحذير وتحذير وورا تحذير وأنا عم حاول وقف المشوار ابتدت كانت اختبار فظيع بالنسبة لك شو اللي عمل في حياتك من خلال هالاختبار خلاني أشعر أنه أنا الحياة والوقت مهم جدا it's not good أبدا يتضيع وخلاني أشعر أنه لما الرب بيعطيك وقت عطيك هدية مش عادية أكبر من أي مال ممكن تحصل عليه أكبر من أي شيء ممكن تحصل عليه هو الوقت فلما بتضيع الوقت والوقت بضيع الفاغدة ستضيع على الحياة مسيحي خلي ويزيطل مش بيفارقني معايا تامل مش بيفارقني معايا تامل شايل 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 شلتي كمان ومدبر آري في كل الزمن شايل 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو ربي مسيح في قلبي له كل حبي احلى ترنيمة على لساني روح المعزي مليك كياني احلى ترنيمة على لساني روح المعزي مليك كياني مليك كياني مليك كياني مليك كياني ماشي ورايا وعني أميني وعني عصاري يحارب عني سر انت صاري وعني أميني وعني عصاري يحارب عني سر انت صاري مسيحي معايا وكمان جوايا ضم حوض بي ومصدر عزايا تذكر مرة كنت قاعدة بالبات وقاعدة عم صلي وغمضة عيني وفرجاني رؤية عندي كتير أمل انو مش بس البابا ناس كتير تعرف اللي نحن عرفنا قداش بحس حالي عندي تعب عندي عندي ألم من جوا بقلبي اي شخص يفارق لحياته وما يكون اتعرف بالمسيح اسمعت صوته كأني متل ما عم بسمع صوتك بيلي انا عايز اعطيكي اعلان بخص امك بروح بالصلاة وانا بيسأل يا رب شو الاعلان اللي رح تعطيني اياه بنسبة لأمي ما بسمع شي ابدا فجأة رحت بغيبوبة فقال لي تطلعي على شمالك اعطاها ضمان بشكل مش طبيعي لما خبرها عن عائلتها اللي هي كانت فكر انه خلاص راحه قالها انتي ما عنديك سكري وخبرتها بكل بساطة انه المسيح بيحبك بده اياكي ما تكرمالك انا ساكن في بلاد الهجرة وقلبي في بلادي انا ولولا حبي ليسوع ما سبتك يا ضيارينا اشتركوا في القناة